اخوة المغاربة في جميع بقاع المغرب وفي العالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبروك عليكم العواشير مبروك عليكم العيد المبارك الله يدخل عليكم جميعا بالصحة والسلامة وكل عام يلقاكم الله سبحانه وتعالى بخير وعلى خير في أمن وآمان سمعت هذا الصباح ببعض الأشخاص الذين يتساءلوا بالأخص هذوك الناس اللي يساندوا إعلاميا اللي يشاركوا في المدهارات علاش سيدنا ناصر أو الله ما تاخدش القرار باش يعفو بالعفو على أولئك المعتقلين في قضية الإضرابات التي حدثت في الريف نحاولوش نقوله قاع شكل مالية لا فيهولونس نساوه هاتشي أنا شخصيا في هذا دعوت الله سبحانه وتعالى بأن يهدي ملكنا العزيز محمد السادس نصره الله وأن يوفقه إلى أن يتخذ القرار بالعفو عليه عنهم دعوت الله لما نقول التحد بينه وبين نفسي لأنه أعرفت من الأول وقلت لكم دائما بأنه الوحيد اللي يمكن يعني يفك هذه القضية لأنه ماتت لأن الحقيقة أنه الناس في الريف في البداية تحركوا من أجل ما نقدروا تسميونا بحقرة وبذات المسألة كتشعل ومن بعد كل واحد تقول هذرة من هنا ومن هنا ومن هنا والناس هذوك الناس اللي يخرجوا في المظاهرات النبلولة اللي بغوا يتظاهروا من أجل باش يسمعهم يسمعهم الوزارة وليسمعهم ذاك المنتخبون اللي يسمعهم كدق بقاو كي 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 يلعبوا لعب دلاري وذاك شي كي يدروا وذاك شي كي يضيع لهم من يدهم مثلا تحم كمين فتشي حاجة وغلات مشاكل وغلات الفيولونس ومن الدولة الدخلات باش تحاول تتهدأ الأمر لأنه غادي أدي بسلامة ديال السكان ديال مدينة الحسيمة هذو كدرال ديال ديال الإضرابات وكذا كدير بدأ كل واحد يدفع ماذا يدفع من الوما لكي يخرج يغرق الناس هذو هذو المظاهرات بحل عافية كنت شعلوها كتبدا ولكن ما نعرفو شي سنقوم ونوقفوها هذو العافية التي شعلت في بارتقيز في بورتغال هذه الأيام ما قدوش البومبية ديال العالم ضايرين عليها وما استطعوش باش يوقفوها وكل الإضرابات وذيك الفوضى إنسان يبدأ في الأول إياه عندون إياه حسناء كيقول شي حاجة ومن بعد ما تبقى شي تبقى كل واحد يقول هذرته كل واحد عنده فهمته لأن الخيطة بورة مزدوج كي اللي كيقول عاش المالك الشعب وبغيت عرض بيالي وكذا وهذ هذرة كتقول هذرة من هنا ومن هنا كل واحد يقول هذرة وكل واحد يقول هذرة وذك شي كيقول خطير لأنه ينتقل من أولا ديشوية الإضراب وتانيا ديشوية الخروقات القانونية ضد القيد ولا ضد المقدم ولا ضد البوليس ولا ضد الجذرمية ومن بعد عالتاني تاتن مع العسكر ومن بعد عالتاني تبدأ تمس بالرموز ديال البلاد لأن الإنسان تيجل باغي يجيب الجهد والجهد رغم يهر يخرج الحيط قص إنسان يعني يكون 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 رازين وتصنط الناس لساج الحكماء ديال البلاد وكذا وعرف إنه مهما كانت السلطة مهما كان فيها شخص ظالم ولا كان فيها شخص مجهد ولا كان فيها شخص عنده منافع راه السلطة هي في حد دات الدارت لصالح لصالح الشعب الريفي هات السلطة هات السلطة البوليس القاضي وكذا كلهم بداروا من أجل الصالح العام وإلا رمع دم لاش يكونوا لاش بيكونوا كل واحد يدير دير دير المتراس السلطة إنسان يحترمها المدارة تبدأ في اللول بشوية 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 وكتخرج على النطاق ذاك وكي يقول فيها مشاكين ربما كل الناس اللي هم وتميها لازل في الزافي ولا غيره ما كتحملوش مسؤولية ولكن تحملو مسؤولية في كونهم أنهم هم من الوليد اللي خرجوا في هذا النطاق وتعد هذا خاص الإنسان عاد شعليش الناس ما كتبغيش تدير راسها القدام وبدأ تتطالب بيدك سميته خاص الإنسان يحاول ما أمكن أنه يجنب أنه يدخل راسه وسط واحد المعمع اللي قد يتصيف بيدك هذا ما لشعليش الآن اللي حدث حدث وعفو الله عما سلف والبوليس رأهم لأن هذا اللي يقع مبيل البوليس شوها شوها لبرة شوها مني كان شوفه مني كان شوفه بأن الدراري يضربوا البوليس ديال المغرب وحنا نحتار ومع عم الواجب ديال ويتكفص عليهم وكان كان دراري كان شوفهم في في الفيديو اللي كان شجلهم الدراري في الريف نيت هم نيت بيديهم كان ماشي فيديو وديل البوليس فيديو وديل ديال دراري اللي طه ظاهر ولاد الريف كان شوفهم إنهم كان يجري ويجري بالفيديو بحل كلا وحد تشاهد الفيديو والآخر يجري يقب في البوليس باش يضربو باش يقولو ها البوليس ها وضربو ها ومجهدين ها ومجهدين ومجهدين ها ومجهدين ومجهدين من البرة ماشي العالم ماشي لداخل والإنسان لو بغ يصور عرف يصور واحد القادية اللي عنده عنده الحق فيها ويحددها الناس سيشوف الغاب يديو واحد رقاد الى الدار غاب يديو واحد للريف يقول وديه نار ها كان الناس مضلومين ومجهدين الحق ومجهدين 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 هذا رأى الناس يشوفوه رأى الصحفيين يشوفو ذلك الشيء وكل واحد يكتب عليه والناس يضروع عليه وحتى ذوك المغاربة اللي في الخارج يشوفو ما يبغوش كينين الناس المغاربة في الخارج اللي هو اللي شاف حي في الريف ما عندوش القودرون ولا ما عندوش الواد الحار ولا ما عندوش ذاك هو نيت يتاخذ الاجراءات انه يدير واحد جمعية ويمشي 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 للريف ويصوب هو الواد ما يحتاج قاعد الدورة تصوبوا لي أنا شخصيا شاركت في تنشيط بالموسيقى جمعيات هنا في فرانسا اللي اللي كيقوموا ببناء مدارس في المغرب في المغرب وفي فريقيا ايضا وهذه الجمعية بالاخص اللي كنظر عليه الان كانت كتقوم ببناء مدارس في الجبال ديال الاطلس في المغرب وربما جبال الريف وهي احدايا هنا في روو شاركت في ديوكلاغ بالضبط وشاركت في التنشيط ديال الجمعية كمتطوع وخطأ خلصونا وليست شوية ولكن ما دربت معهم حسب مني قالوا يارا احنا يا جمعية كان نتعامل مع المغرب كان نبني مدارس الدريريين اللي اللي هم في الجبال ديال شلوح ولكده باش درنا درنا الحفل ودرنا كده ومرأ ناس فرنسيين بحداتهم مني كيسمعو كيشي مشكلة شبليسة ولا شي حاجة وما ناس إنسانيين يقولوا خلصنا نتعاونوا مع هذا كنا الناس كيسمعوكم بلا فوضى مني كتديروا الفوضى كيختار الأمر وما كيبقوش يعرفو وكتسد حولكم الطرقات وما يبقاش الناس اللي المتطوعين ما يبقاش يوصلوا لكم لأنه كي هناك أمن يعني بواحد طريقة عشوائية وكذا كذا يجب الفوضى كل واحد يجري ماذا رمش اللعب الدرار هذا رخص هم تعرفوا كاذنو كتديروا رمش تمس معادي البلاد ديالكم ونحن نحن نحن مغاربة خارج البلاد لا فأي بلاسة كيبقى فينا الحال أننا نشوفه أنه كين شي حاجة اللي يخيب بحل بكات التدقال على المغرب وكذا ما نبغوش ما نبغوش تبقى فينا الحال ما نبغوش يكون المواطن مظلم وما نبغوش أن المواطن يكون مجهد ويبدأ يدير الفيولانس يعني يبدأ يدير الفيولانس كونتغ الفورس دو سيكرتيل في حد الدات فلذلك نتمنى الله سبحانه وتعالا لكن ما طلبنا جميعا وأنا أظن بأن جميع المغاري بطلبها بش صاحب الجاللة محمد السادس نصر الله يتخذ قرار عندما يرى أنه ممكن أنه يتخذ هذا القرار ومناسب ونافع بالنسبة للظروف ولي يتخذ هذا القرار بيلعفو عن الأخطاء التي وقع فيها هؤلاء كالشباب الذين قاموا بالمظاهرة في الريف ذلك أنه سيدنا نصر الله أنه ما اتخذش القرار لأنه أنا بلية بأنه عنده الحق عنده الحق لماذا أنا أولا هاتو الدرالي اللي هم موقفين اللي موقفين في الحبس اللي هم موقفين رابقين رابق القوضات لجيسيس العدالة كتدير العمل دياله باك والناس والبوليس اللي هو مكلف بالجهات كل واحد رتيب على أش ندفع هذو الدريريين باش يتمجهدوا ويديروا وذاك واشنهو السبب وراهم واش هم كانوا على بينا من ذاك الشي اللي كي وقعوا لما مش بينا من ذاك شي اللي كي وقعوا لأنه بلا شك بلا شك بلا شك وراك كين بعض الناس اللي كي هضروب مع آلههم في حد ذات المرأة تعرفو بها قال لك ودي ما احنا كان نحاول نصق لهم ذاك شي اللي كيدروا الأعداء بمعنى أنه كيعرف بأنه كين هناك من وراك هذه المسائل وفي مكان الفوضى كين الشيطان اللي كيدخل فيها كين الأعداء وخاقع ما يكون شاك زفزام ما يكون عارف ولو هو ما يعرف ولو لأنه إنسان عادي وطبيعي ما هو رجل سياسة ما هو رجل ثقافة ما هو رجل عسكر ما هو لا رجل كده إنسان عادي ولكني ستعمل بالأخص مني بدي يلقى في الفلوس أنا كان مني سمعت القاضية داخل يراسي قلت أنا إنسان يخرج من داره طالب يطلب الخدمة ما عنده لفلوس لأولو ما محتاج يطلب معاطرة يطلخوز يأكله وغضي يضرف في الساحة يقول بأن عباد الله أنا رأني ما عندي حقوقي بويتنخدم بويتنكون إنسان شريف بويتنسكن بويتدولة تعاونية بويتدولة ياسبطر ما محتاج الفلوس كيف أن الفلوس بدت أش أش بويتدير بهذا الفلوس أش بويتدير بيها أش بويتشري بيها أش بويتشري المشكل أش بويتشري بيها أش بويتهيئ بيها فهذه الأشياء اللي تطرح ورع العموم رع كل أنا عندي طيقة كبيرة جدا في أن المخابرات ديال ديال المغرب وجميع يعني السولات التي لها تخصصات عندها الخبار بكل حاجة وبذها الرؤوس لأنه أنا كان حزن من قلبي الداخل من قلبي الداخل مني كان أشوف مظاهرات تدار في لبيبا في هولندا ومظاهرات أيضا في بريكسيل اللي تدار ثم بايا هو بحقيقة ومرا ماشي بزرف ومرا واحد المجموعة كتنتقل من هولندا لبريكسيل من بريكسيل دارين عودتاني يبغين يتجمعون في ليون في فراسا وكذا وكي تجمعون مع بعضياتهم ومرا نفس الناس يتنتقلون من هنا منا يتجمعون معهم الناس خريب بعض المغاربة يتجمعون ومشون معهم ومرا معظمهم الحقيقة ماشي غارفيين وكين فيهم قليل من الريفيين وكين فيهم معظمهم جزائريين اللي بربر من جبال الأوراس اللي ما كين يحملو في المغرب بغين يسمعوه غاي اللي لا يرد كي موقع اللي يوكي موقع السوري يوكي موقع أشكر جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأبارك له العيد وأطيق فيه بأنه إنسان يعرف ما يفعل وأتمنى أن يغفر لما سلف والعبرة بما مضى وأتمنى لكم عيدا مباركا سعيدا أيها المغاربة في الريف إخوتي الأعزة وفي جميع الوطن وشكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته